في احدى حلقات كرتون الدبابة الثلاثة بعنوان هالوين شارلي قاموا الدبابة الثلاثة بشراء دمى تشباههم من موقع على الانترنت ولكن حتى تشتغل هذه الدمية لازم يحطوا شعره في قلبها وبالفعل حطوا الشعرات في قلب الدمى وبدأوا الدمى بالتحدث مع الدبابة الثلاثة ولكن بدأوا الدمى بالتحدث الى الدبابة الثلاثة بشكل غريب وكأنهم اشخاص حقيقيين وبعدها الدبابة الثلاثة استغربوا من الموضوع يعني كيف كذا وقاموا بترجع الدمى الى الكرتونة وبعدها ذهبوا حتى يتناولوا العشاء ولكن فجأة ينظروا وراءهم ويروا ان الدمى قد اختفت ويبدأوا بالبحث عن الدمى ولكن بعدها فجأة ظهروا الدمى بشكل مخيف جدا وتقدموا الدمى نحو الدبابة الثلاثة حتى يقضوا عليهم وبدأوا الدبابة الثلاثة بالهروب منهم ولكن بطريقة ما تمكن قطبي من القضاء على دميته وحرقها بالفرن وبعدها ذهب لمساعدة باندا في القضاء على دميته وبالفعل ساعده في القضاء عليها وقضوا عليها وبعدها توجهوا قطبي وباندا لمساعدة شهاب في القضاء على الدمية ولكن دمية شهاب كانت قوية جدا وبعدها قاموا قطبي وباندا بتثبيت دمية شهاب على الارض وقاموا الشهاب باستخراج القلب وتدميره وهذه كانت من ارهب حلقات كرتونة